بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتذرق اليوم أعزائي إلى درس في مادة النشاط العلمي محور الفلك دوران الأرض حول الشمس الحصة الخامسة الحصة الخامسة إذن نتعرف أهداف الدرس ومعرفة أن أرض تدور حول الشمس معرفة أن الأرض تدور حول الشمس دورة كاملة خلال 365 يوما و6 ساعات ثم تعرف سنة الكبيسة نتذكر أعزائي درس الماضي رأينا أن الشمس في حركة ظاهرية نهارا وليلا أيضا النجوم في حركة ظاهرية أيضا وكل هذا ناتج على حركة حقيقية ألا وهي الأرض يعني حركة الأرض يعني الأرض تدور حول محورها دورة كاملة خلال 24 ساعة تقريبا أي خلال 23 ساعة و56 دقيقة إذن نلاحظ الشكل أعزائي نلاحظ الشكل الأرض كوكب الأرض تنهي في دوارين طبعا حول نفسها فالأرض تدور حول محورها كما تدور حول الشمس أيضا إذن لاحظوا ما شكل مدار الأرض ما شكل مدار الأرض تابعونا وضع الأول الثاني الثالث والرابع طبعا ما شكل مدار الأرض إذن هنا الشكل يظهر بيضوي أو إهليجي لأن إهليجي ما يشبه البيضة يعني في شكل بيضوي نعم إذن امتبهوا إلى النشاط ثاني تنجز الأرض دورة كاملة خلال 365 يوما و6 ساعات يعني أي ربع يوم تذكروا أعزائي في شهر فبراير بما أن 2020 سنة كبيسة سبق لي وأن شرحت لكم السنة الكبيسة وكيف نحصل على اليوم وفي أي شهر نضفه إذن نتذكر وبما أن هذه المدة لا توافق عددا صحيحا عفوا فقد تم الاتفاق على عدد السنوات على الشكل التالي السنة عادية تعد ب365 يوما طبعا مع إخفال 6 ساعات يعني نحتفظ ب6 ساعات لن نهملها كما سبق لي وشرحت لكم ذلك في شهر فبراير الماضي على رأسي كل أربع سنوات نتدارك اليوم الذي تم إخفاله يضاف هذا اليوم إلى شهر فبراير فتعد السنة إذن ب366 يوما وتسمى بالسنة الكبيسة يعني السنة الأولى مثلا سنة لنأخذ سنة 2001 2001 تعد سنة عادية يعني 2001 تدور الأرض حول الشمس خلال 365 يوما زائد 6 ساعات 2002 أيضا خلال 365 زائد 6 ساعات 2003 تدور 365 يوما زائد 6 ساعات ف2004 تدور 365 يوما زائد 6 ساعات إذن 6 في 4 ستة دياله 2001 2002 2003 2004 يعني 6 في 4 تعطينا 24 ساعة طبعا 24 ساعة تساوي يوما واحدا إذن نضيف هذا اليوم إلى شهر فبراير فكل مضاعفات أربعين على رأسي كل أربع سنوات تكون السنة كبيسة أو تسمى السنة الكبيسة عدد أيام شهر فبراير 29 عدد أيام السنة 366 يوما إذن نتذكر الكلمات الأساسية أو ترجمة كبيسة يعني بيسكستيل مدار أغبيت ماذا نستخلص؟ إذن نستخلص أن الأرض تنجز دورة كاملة حول الشمس خلال 365 يوما وربع يوم ربع يوم يعني 24 ساعة قسمة 6 إذن يعطينا عفوا قسمة 4 يعطينا 6 ساعة 24 ساعة قسمة 4 يعطينا 6 ساعة إذن أعيد تنجز الأرض دورة كاملة حول الشمس 6 ساعة وتدور الأرض حول محورها أو حول نفسها خلال 24 ساعة تقريبا إذن كم دورة تنجزها حول الشمس دورة حول نفسها خلال السنة؟ طبعا 305 و60 إذا أخذنا السنة العادية طبعا إذن هنا انتبهوا بكم يوم سيعد شهر فبراير لسنة 2010 و2012 و204 أيهما هنا في هذه السنة؟ أيهما الكبيسة؟ سنة 2004 هي سنة كبيسة 2012 في نظركم كبيسة أم لا؟ طبعا هي من مضحفات أربعة أيضا إذن سنة كبيسة 2010 لا ليست كبيسة بل تعد بالسنة البسيطة أو السنة العادية أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس إلى هنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته